العمل بظل جائحة كورونا ما كان هاي أبداً وخاصة أنه كانت الدراسات جداً خجولة ومنّا واضحة وكنا مضطرين ناخد الإحتياطات اللازمة واجحنا كثير من التحديات بالتعامل مع كوفيد مينتيم مهنياً وشخصياً مهنياً أنه هيدا وباقي جديد وبعد ما إلو علاج والتعامل مع الموضع بيكون بوسائل الحماية الشخصية كاملة ولمضيت 13 ساعة وهيدا الشي ما نسهل أبداً وضغط نفسي أما شخصياً فبرات المستشفى لعنا ما بتتهرب مننا لأنه إحنا عم نتعامل مع مرضاً كوفيد مينتيم الخوف أنه نكون عم ننقل العدوى لأقربائنا وأحبائنا كان كتير كبير وما فرقنا أبداً بس هيدا الشي ما خلانا نوقف وضلينا مكافي أطباق بلا حدود ومشروع جنوب بيروت بضم خدمات مختلفة من الصحة الإنجابية ومركز التوليد لعناية بمرضى الأمراض المزمنة واللقاحات والإرشاد الصحي والنفسي والاجتماعي كانت بدايتي مع الطباق بلا حدود عام 2016 واخترت كون من هيدا الفريق من منطلق إنساني وككون كقابلة قانونية عم أقدم الخدمة للنساء اللي بي حاجة وخاصة غدمة الصحة الإنجابية نحن بمستشفى باريليس بلبنان مشروعنا هو العمليات الباردي مثل الفتيق بواسير وبيت الشعر حاليا عنا خمس أسرة عينية فيئة وخمسة عشر سرير عينين متوسطة وحفظنا على اسم العينية بجروح وحروق أنا اخترت أن أشتغل بالمنظمات الإنسانية حتى قدر ساعد كل الناس بلا تفرقة ومنظمة أطباء بلا حدود أعطتني هذه الفرصة لأن مبادئة هي المساوية والشفافية وعدم التفرقة بين البشر